أعزائي طلبات وطلبات السنوية العامة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مراجعات مادة الجغرافية ومدرسة على الهواء أعزائي الطلبة النهاردة يمكن نخرج شوية على النطاق التقليدي إذا نشرح مثلا درس معين أو وحدة معينة خلينا نشوف الأسئلة اللي وردت في امتحان الدور الأول ونتدرب إزاي نحل السؤال بطريقة سليمة ونعرف توزيع الدرجات لأن ده يمكن مهمة أوي بالنسبة لكم في الفترة القدم بالنسبة لأبناء الطلاب في بعض الأسئلة بيبقى مطلوب منها شيء معين ولكن للأسف الشديد أبناء الطلاب ما بيفهموش صيغة السؤال بشكل جيد فبيبدأ يجاوب فيه اتجاه غير الاتجاه اللي موجود فيه الإجابة السليمة تعال نشوف مع بعض بعض الأسئلة اللي وردت في امتحان الدور الأول 2019 ونشوف نمط الأسئلة ونشوف إزاي نجاوب على السؤال بطريقة سليمة خلينا نشوف أول مثلا سؤال من الأسئلة يؤدي المناخ البارد إلى الحد من فعالية الأنشطة البشرية فيه طبعا المناخ البارد احنا عارفين أن المناخ بشكل عام بيأثر فيه الأنشطة البشرية بيأثر في التربة بيأثر فيه النبات الطبيعي وعارفين كمان أن المناخ تحديدا بيحد من الأنشطة البشرية أو يزود من الأنشطة البشرية امتى يزود في الانشطة البشرية وامتى يقلل ويحد من الانشطة البشرية بيزيد من النشاط البشري في حالة لو المناخ معتدل زي اقليم البحر متوسط فهنا ممكن يقول ليه فعالية الانشطة البشرية بتزيد في اقليم البحر متوسط يبقى هنا الاجابة مرتبطة بالمناخ لان مناخ هذه المناطق مناخ معتدل تعالي نشوف السؤال بقى اللي جه ونشوف هنجوبه ازاي يؤدي المناخ البارد إلى الحد من فعالية الأنشطة البشرية فيه يبقى هو عاوز هنا المنطقة وعطاني مجموعة اختيارات في الامتحان ولكن الاختيار السليم هو شمال روسيا ليه؟ لأن المناخ البارد ده هيقلل من فعالية الأنشطة البشرية في شمال روسيا وشمال كندا يبقى عندي منطقتين بيقل فيهم الأنشطة البشرية ويقل فيهم السكان وتقل فعالية الأنشطة بسبب المناخ البارد طب فيه مناطق تانية بيقل فيها النشاط البشري بسبب المناخ؟ طبعا فيه عندك المناطق شديدة الحرارة ولذلك يقولك هو ده المناخ المتطرف أو المناخ المتطرف اللي هو يعمى شديد الحرارة يعمى شديد البرودة فإذا كان شديد الحرارة بيقلل من الأنشطة البشرية وبرضه إذا كان شديد البرودة بيقلل من الأنشطة البشرية شديد البرودة حطينا المثالين عندنا اللي هو شمال روسيا وشمال كندا وهو كان جايب الاختيار أن أنت تحدد من الاختيارات كان هو ده الاختيار السليم اللي هو شمال روسيا إذا أنت بتركز على جزئية المناخ بتعرف أن المناخ بيأثر في النشاط البشري بيأثر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر بيأثر في التربة بيأثر في النبات الطبيعي بيأثر في الأنشطة البشرية إذا كان المناخ شديد الحرارة بيقلل من الأنشطة البشرية زي شمال أفريكيا يعني لو غير الكلمة دي بدل المناخ البارد ورح كتب لك مثلا يؤدي المناخ شديد الحرارة يؤدي المناخ شديد الحرارة إلى الحد من فاعلية الأنشطة البشرية ويدين اختيارات إنت هتختار من الاختيارات دي مين شمال أفريقيا إذن عندك الإجابة السليمة في المناخ شديد الحرارة شمال أفريقيا طيب المناخ شديد البرودة هذه المناخ شديد البرودة أو المناخ البارد يبقى شمال روسيا أو شمال إيه أو شمال كندا يبقى عرفت كده أن المناخ ليه تأثير بشكل مباشر أو شكل غير مباشر على الأنشطة البشرية يأما بيزود من الأنشطة البشرية إذا كان مناخ معتدل في حوض البحر المتواصل يأما مناخ متطرف هيقلل من الأنشطة البشرية ومناخ المتطرف ده يأما بيكون مناخ بارد زي شمال روسيا وشمال كندا يأما مناخ شديد الحرارة زي مثلا شمال إفريقيا فصلا منطقة الصحراء الكبر تعال نشوف السؤال مثلا الثاني يقول لي ما المقصود بالمفوضية الأوروبية إيه المقصود بالاتحاد الأوروبي أو مجلس الاتحاد الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي تحديدا احنا عارفين إن الاتحاد الأوروبي لمجموعة من المؤسسات مجموعة المؤسسات دي بتبدأ بالمجلس الأوروبي المجلس الأوروبي ده قمة الأجهزة بيتكون من ملوك أو رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات خلينا نقول رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ومجلس الأوروبي ما بتكلمش عن مجلس الاتحاد الأوروبي بتكلم عن المجلس الأوروبي ده بيحدد أولويات السياسة العامة للاتحاد طب هو ده اللي جابه؟ لا ده هو جاب لك مجلس الاتحاد الأوروبي وهنا الطالب لازم يركز هو ما جابش المجلس الأوروبي جاب مجلس مين؟ الاتحاد الأوروبي اللي هي جهة اتخاذ القرار اللي هو بيساعد البرلمان في إصدار القوانين والتشرعات طيب الهيئة اللي ما كتبتش عندك ايه فيه البرلمان الاوروبي وفيه المفاوضية الاوروبية اذا هنا جاء في امتحان الدور الاول المقصود بمين بالمفاوضية ومجلس الاتحاد مين الاوروبي خلينا نعرف الاتنين دولة ونحط الجهازين البقين المفاوضية الاوروبية هي عبارة عن اين المفاوضية الاوروبية هي الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي بتعمل تشرف على الميزانية على البرامج على الاتفاقيات الدولية بالاشتراك مع محكمة العدل الدولية كمان بتمثل الاتحاد عالميا بتمثله في المؤتمرات الدولية في المحافل الدولية اذا المفوضية الاوروبية جهاز تنفيذي للاتحاد الاوروبي بتشرف على الميزانية بتشرف على البرامج بتشرف على الاتفاقيات تمثل الاتحاد عالميا وبتقترح بعض القوانين والتشريعات اللي بتقدمها للبرلمان الاوروبي والمجلس الاوروبي ده كده المفوضية الاوروبية لكن مجلس الاتحاد الاوروبي دي بنسميها جهة اتخاذ القرار يبقى الاتحاد الاوروبي هي جهة اتخاذ القرار وده بتشترك مع البرلمان او بتساعد البرلمان في اصدار القوانين والتشريعات يبقى عرفت ايه مهمة المفوضات الاوروبية ويبقى عرفت ايه مهمة مجلس الاتحاد الاوروبي ده فيه حاجتين تانيين من المؤسسات ما وردش ذكرهم في الامتحان قال لي اه المؤسستين التانيين اللي ما وردش ذكرهم هم المجلس الاوروبي والبرلمان الاوروبي تعالى نشوف المجلس الاوروبي والبرلمان الاوروبي المجلس الاوروبي ده بيسموه كمة اجهزة الاتحاد الاوروبي لانه يتكون من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ويضع او ويحدد السياسة العامة للاتحاد الاوروبي او بيحدد اولويات السياسة العامة للاتحاد الاوروبي ده مين ده؟ ده اسمه المجلس الاوروبي ده بعرفت المجلس الاوروبي بيعمل ايه؟ غير مجلس الاتحاد الاوروبي اما البرلمان وانت مغمط كلمة برلمان دي يبقى هتعرف ان ده بيصدر قوانين وتشرعات يبقى البرلمان الاوروبي ده الاول خالص ايه برلمان بيتم انتخابه وهنا بيتم انتخابه من شعوب الدول الاعضاء يترى كل كم سنة؟ قال لكل خمس سنوات ايه مهمته؟ مهمته يصدر القوانين والتشريعات بيصدر ايه؟ القوانين والايه؟ والتشريعات الخاصة بمين؟ بالاتحاد الايه؟ الاوروبي يبقى بيصدر قوانين والتشريعات اللي ايه الخاصة بدول الاتحاد الاوروبي او بالاتحاد الاوروبي يبقى عرفت كده ايه مهمة البرلمان مين؟ الاوروبي زي زي اي برلمان في اي بلد البرلمان مهمته الرئيسية هو اصدار القوانين والتشريعات بيزر التشريعات اللي بتنظم العمل داخل الدولة هنا بيزر التشريعات اللي بتنظم العمل داخل الاتحاد الايه الاوروبية يبقى عرفتي كده اما اجي جاوب ما المقصود بيتكلم عن الجزئية اللي مطلوبة منك بشكل وافي بحيث ان المصحح هنا يديك الدرجة بتاعتك كاملة واحنا دايما يمكن بنقول ان لازم الاول ان انت تفهم السؤال ومن خلال فهمك لسؤال هتقدر تجاوب الاجابة السليمة تعال نشوف اسئلة تانية ورد ذكرها عندنا في الامتحان اهمية عنصر اعطاني عبارة وفي ضوء العبارة وضح اهمية عنصر البنية الاساسية لقيام التكتل الاقتصاد هي البنية الاساسية عبارة عن ايه عشان نبقى فاهمين البنية الاساسية هي عبارة عن طرق النقل والمواصلات اللي موجودة داخل الدولة اللي احنا بنسميها البنية التحتية البنية التحتية دي بتتضمن كباري طرق منشآت الاساسية شبكة صارفو كعرابة ميات اتصالات الى اخر فهنا البنية دي ايه اهميتها بالنسبة للتكتلات الاقتصادية كل ما كان عندي البنية دي متوفرة وخاصة المواصلات وطرق النقل بشكل عام اقدر اقول ان انا هنا ده يعتبر عندي شريان التكتل الاقتصادي كلمة شريان التكتل الاقتصادي هنا معناها ايه يعني ايه شريان التكتل الاقتصادي شريان التكتل الاقتصادي معناها ان انت بتتكلم كأنه الشريان اللي فيه الدم يعني حاجة رئيسية موجودة ولازمة وتبقى ضرورية لقيام اي تكتل مين اقتصادي ناجح لازم له من بنية تحتية جيدة تساعد هذه البنية التحتية على نجاح التكتل وسط مراره يبقى اذا هنا البنية الاساسية هي مهمة للتكتل قال لي اه لان هي شريان التكتل ده هي طرق النقل هي المواصلات اللي بتؤدي الى نشاط عملية تبادل السلع والخدمات وانتقالات رؤوس الاموال وانتقالات العمال ما بين دول مين دول اللي هي الايه التكتل الاقتصادي اذا انا عرفت كده اهمية عنصر البنية الاساسية لقيام التكتل مين الاقتصادي يبقى انت لازم في ايجابتك تنظم حاجة مهمة اوي ان البنية دي تعرفها الاول تقول ان هي طرق النقل والمواصلات وشبكة المواصلات الموجودة ودي بتعتبر شريان التكتل الاقتصادي وعامل اساسي لنجاحه اللي هو يقصد هنا بيه اللي هو التكتل الايه التكتل الاقتصادي يبقى عرفت كده ان البنية الاساسية شريان للتكتل مين للتكتل الاقتصادي برضو في ضوء العبارة واضح اسباب احتلال الصين مقعد دائم في مجلس مين في مجلس العالم ليه الصين احتلت مقعد دائم في مجلس الامن طبعا انتوا عارفين ان الصين دولة كبيرة في عدد سكانها وكان في وقت معين عدد سكان الصين ما يقرب من حوالي ربع سكان العالم قبل ما تصبح الصين قوة قصادية قبل ما تصبح قوة عسكرية حجم السكان اللي موجود في دولة الصين جعلها تحتل مقعد دائم في مجلس مين في مجلس الامن يبقى ايه السبب الرئيسي في احتلال الصين مقعد دائم في مجلس الامن السبب الرئيسي ايه هو اول حاجة هنا زيادة عدد مين سكانها او حجم عدد اللي هو السكان او حجم سكانها الذي كان يبلغ تقريبيا ربع سكان العالم يبقى سبب احتلال الصين مقعد دائم في مجلس الامن ان عدد سكانها ما يقرب من ربع سكان العالم وده طبعا يعتبر عدد كبير جدا بالنسبة لمين بالنسبة للايه بالنسبة ليه السكان يبقى عرفت هنا ان في حاجة مهمة جعلت من الصين دولة بتحتل مقعد دائم في مجلس الامن اللي هو عدد مين عدد سكانها اللي هو يقارب ربع سكان العالم في تلك الفترة قبل ان تكون قوة عسكرية او قوة اقصادية فيحتلت مقعد دائم في مجلس الامن مع الدول الكبيرة اللي هي الولايات المتحدة الامريكية وروسيا وانجلترا وفرنسا واصبح هذه الدول اللي هم الخامس دول دول هم دول تقريبيا الدول اللي هم مقعد دائم في مجلس الامن ودول اللي بيتحكموا عندك في كتير من القرارات لانه هم دول اللي بيملكوا عندك حق الايه حق الفيديو اذا عرفت حاجة مهمة ان السكان لهم دور في قوة الدولة لهم دور في الوزن السياسي للدولة لهم دور في علاقات الدولة الخارجية وده انت بتوظف الكلام اللي جيه على المنهج كله تقريبا على مدار المنهج اللي انت اخدته اقرر معاك عدد مين عدد السكان وتعرف ان من خلال عدد السكان ده انت هتقدر تحدد حاجة مهمة اوي شوف عدد السكان اثر في ايه اثر عندك في قوة مين في قوة الدولة ازاي السكان اثروا في قوة الدولة السكان اثروا عندك في قوة الدولة انت عارف كويس جدا ان السكان بيلعبوا دور في بناء القوة الاقتصادية وبناء القوة مين العسكرية والدليل على كده الصين وروسيا والولايات المتحدة الامريكية التلاتة بيتمتعوا بحجم كبير من مين من السكان يبقى السكان اثر في قوة الدولة اسبب بالادلة اسبب بالادلة هنا اللي هو سؤال دلل ندلل على ان السكان ليهم دور في قوة مين في قوة الايه الدولة هتعرف هنا ان السكان اللي ليهم دور في قوة الدولة دول اول حاجة هم بيأثروا في بناء القوة العسكرية وبناء القوة الاقتصادية لان هم دول اللي بيستثمروا الموارد تب ايه الدليل على كده الدول الكبرى تتمتع بحجم سكاني كبير مثل روسيا الولايات المتحدة الامريكية ودولة الصين اذا هنا عرفنا ان في دليل ان السكان بيأثروا في قوة مين الدولة طب تقدر تدعى الاجابة بحاجة تانية اقول اه ان عندي حجم السكان الكبير هيوفر ايدي عاملة وهيوفر لك جيش جيش عدده كبير وهيوفر كمان مبدعين اذا السكان بالتالي هيأثروا في قوة مين الدولة على العكس لو السكان عددهم قليل هتلاقي ان الدولة دي هتلجأ لجلب العمالة من الخارج والدليل على كده كلام ده بيحصل في دول الخليج العربي ودول ايه ودول اوروبا ليه لان كتير من الدول دي عدد سكانها بيكون ايه بيكون قليل فبتقدر ان هي تجلب العمالة من الخارج او تدخل في تكتلات اقتصادية او في احلاف عسكرية يبقى عرفت ان السكان بيأثروا في قوة مين الدولة طب تعالا بقى نشوف السكان هيأثروا في ايه كمان اللي حجم السكان هيأثر في العلاقات الدولية يبقى انا عندي هنا دليل تاني اهو ان السكان بيأثر في العلاقات مين الدولية ليه السكان هيأثروا في العلاقات الدولية دولة بحجم الصين في عدد سكانها احتلت مقعد دائم في مجلس الامن بسبب ان سكانها كان في تلك الفترة ما يقارب ربع سكان مين سكان العالم يبقى اذا عدد السكان وحجم السكان اثر في العلاقات الدولية واصر عندك في وزن الدولة مين السياسي اللي هو السؤال اللي جاء لك فيه الامتحان طيب فيه حجم سكان تاني ورد عندنا في المنهج وليه اثروا قال لي اه حجم السكان بيؤثر او زيادة السكان بالتحديد اثرت في نشأة الحدود السياسية يعني حجم السكان اثر في نشأة الحدود مين الحدود السياسية والكلام ده اللي هو ورد ذكره بالتفصيل اما جه اتكلم عن حجم السكان ونشأة الحدود السياسية او زيادة السكان والحدود اللي هي مين اللي هي الايه السياسية اذا عرفت هنا كده ان السكان بيأثروا في العلاقات الدولية زيادة السكان اثرت في نشأة الحدود مين السياسية زيادة السكان كمان اثرت في مشكلة الرعاة قدت الى حدوث مشكلة الرعاة لان مزاد السكان بدأت تقل المراعي وتزيد مساحة الارض الزراعية فحصلت مشكلة بين الرعاة والمزارعين كمان زيادة السكان بتأثر فيه اللي هو وزن الدولة من حيث علاقتها مين اللي هي الخارجية وبناء قوتها السياسية والعسكرية تعال نشوف سؤال كمان من الأسئلة اللي وردت هو جدلي تقريبا مسترح المياه المحايدة والمياه التكملية هو طيب هل نطلع لفاصل ونرجع نواصل مع بعض بقية أسئلة الامتحان أهلا بيكم وأبنانا طلاب ورجعنا لكم مرة تانية وبنكمل طريقة الإجابة على الأسئلة للإجابة النموذجية بنكمل مع بعض كنا وصلنا إلى مجموعة أخرى من الأسئلة وكان من الأسئلة دي المياه المحايدة والمياه التكملية هو كان جيد العبارة وانت بتحط المسترح طبعا هنا لازم تكون حافظ كويس كلمة المياه المحايدة دي يعني ايه وكمان مع حفظك ليها تكون فهمها كويس لأن يمكن وإحنا بنتكلم عن أنواع المياه وأشكال المياه كنا بنحددها بشكل معين على الخريطة وبنحددها معاكم على الورق وبنرتبها بداية من خط الايه؟ من خط الساحل تعال نشوف المياه المحايدة المياه المحايدة دي هي عبارة عن مياه تلي المياه التكملية باتجاه البحر يبقى المياه المحايدة بتيجي بعد المياه التكملية في اتجاه البحر بتدعي بعض الدول السيطرة عليها يعني بعض الدول بتدعي السيطرة عليها يترى اي نوع من الدول اللي هي الدول مين؟ الدول القوية دي هي دي اللي بتدعي السيطرة إيه؟ السيطرة عليها ويمكن احنا في حلقات المراجعة ركزنا مع بعض بشكل كبير على اشكال المياه وحتى رتبناها وقلنا بداية من خط الساحل يبدأ بيتكلم عن مياه اقليمية ثم المياه التكملية ثم المياه المحيدة ثم عالي البحار وعرفنا كل واحدة فيهم بتبدأ ازاي وتنتهي لفين وهذا النوع من المياه بتمنع في الدول ممارسة العمليات العسكرية ليه؟ لان بعض الدول الكبيرة بتاخد من المناطق اللي هي وسط البحار والمحيطات مناطق لاجراء تجاربها النووية والعسكرية فده ممكن يضر بمصالح دول اخرى فعشان كده بعض الدول بتمنع ممارسة العمليات العسكرية في هذه المناطق تعالي بقى نشوف المياه التكملية اللي احنا بنسميها اسم تاني اللي هي المياه الملاصقة المياه الملاصقة دي او المياه التكملية هي التالي المياه الاقليمية يبقى معنى كده ان التكملية جات بعد مين؟ الاقليمية وبعدها جات اللي هي المياه المحايدة فالمياه التكملية تالي المياه الاقليمية برضو في اتجاه البحر لمسافة اتناشر ميل وهنا الدولة بتفرد فيها سلطات جمركية واشراف وحماية ومربع عشان تحمي مصالحها يبقى معنى كده اما يجي يقولي نوع من انواع المياه يلي المياه الاقليمية في اتجاه البحر لمسافة اتناشر ميل وتفرد فيه الدولة سلطات جمركية واشراف ومراكبة وحماية يبقى تعرف على طول ان ده المياه التكملية اما المياه المحايدة هي اللي بتالي المياه التكملية في اتجاه البحر وتدعي بعض الدول السيطرة عليها خاصة الدول اللي هي القوية وتمنع فيها الدول ممارسة العمليات العسكرية طيب فيه اشكال تانية من المياه ناخدها بالمرة ونعرفها قال لي اه خلينا ناخدها بشكل معين كده وبعد كده نبدأ نرتبها انا عندي انه اين اللي فضلين المياه الاقليمية يا ترى ايه المقصود بالمياه الاقليمية المياه الاقليمية هي نطاق من المياه البحرية يبقى المياه الاقليمية نطاق من المياه البحرية حفته الخارجية هي الحد السياسي البحري للدولة يبقى المياه الاقليمية نطاق من المياه البحرية حفته الخارجية هي الحد السياسي البحري اللي مين للدولة وده بيتروح من كام لكام من تلاتة الى تلتمية ميل تعالى نشوف كمان ايه اللي بيحصل في المياه الاقليمية تفرد الدولة سيطرتها الكاملة عليها يعني الدولة بتفرد سيطرتها الكاملة عليها وايه كمان كمان الدولة بتستغل الدولة ما بها من ثرواط دي المياه مين اليها الاقليمية يبقى كام لن مياه الأقليمية جت بعديها اهه تكملية الاقليمية في اتجاه البحر لمسافة اثناشر ميل تيجي بايها مين Leه لمحايدة تهيم تيجي بعديهم كلهم مين اللي اه نح ours هم اعالي البحار ايه بقى اعالي البحار دي اللي هي بيسموها المياه الدولية ايه بقى المياه الدولية المياه الدولية دي هي ملكيتها شو بيقول بقى هنا ايه ملكيتها عامة يعني ايه بقى ملكيتها عامة يعني ملكية شائعة يعني ايه برضو يعني لا يحق لاي دولة ان تفرض سيطرتها عليها او تمنع حرية الملاحة فيها عشان كده سموا المنطقة دي عالمين البحار ودي دايما بنشوفها اه في بعض البرامج بنشوف كده بعض السفن الانجليزية والايسلندية والايرلندية وبعض مسلا سفن من الولايات المتحدة بتجوب عالمين البحار اللي الاستفادة من تلك المناطق في سرواتها وخيراتها طيب يعني كده ان انت لو رتبنا وتخيلنا الشكل ده اللي احنا كنا بنعمله زمان ونقول ان ده كده اليابس وده كده خط الساحل نقول كده ان المية اللي جاية بعد كده يا ترى هتكون ايه المية الداخلية دي البحيرات دي بيسموا دي كده مياه داخلية دي كده لها تقع داخل يابس الدولة محاطة بيابس الدولة المية اللي بتيجي بعدها بيسموها مياه اقليمية اللي اتكلمنا عليها من شوية ودي حدفتها الخارجية بتعتبر الحد السياسي البحر المين للدولة وبعض الدول بتوصل ل 12 ميل زي في مصر مثلا والمملكة العربية السعودية وبعض الدول التانية ممكن تتراوح ل 200 ميل زي الولايات المتحدة وبعض الدول ممكن توصل ل 300 ميل زي السين كمان بتيجي بعدها مياه تكميلية يبقى جد بعد اللي اقليمية مياه ايه تكميلية تيجي بعد التكميلية المياه ايه المحايدة تب بعد المحايدة تيجي ايه بقى مناطق بيسموها عالي البحار يبقى معنى كده ان احنا عرفنا ان عالي البحار مياه محايدة تكميلية اقليمية خط الساحل مياه داخلية اوليه باسمين الدولة لو رتبنا بقى من خط الساحل تبدأ ازاي اقليمية تكميلية محايدة عالي مين بحار ليه مقولتش الداخلية لان الداخلية مش خط الساحل لا ده الداخلية دي تقع داخل الدولة تقع داخل يابس الدولة محاطة بيابس مين بيابس الدولة واخيرا بيجي الرصيف القاري وده اللي بيمتد المسافة ميت قامة يعني حوالي مية اتنين وتمانين متر تحت سطح البحر وده بيكون غني بالسروات بيبقى فيه بترول احيانا بيبقى فيه غاز طبيعي بيبقى فيه سروة سمكية ازا ده برضو جزء من اجزاء المهمة اللي بدوا عابنانا الطلاب ان هم يركزوا عليه عرفت كده اشكال المياه وعرفت ان فيه سؤالين تقريبا فيه الدور الاول المياه المحايدة والمياه مين اللي هي الايه التكملية بيجي بعد كده سؤال دلل دلل الاولاد يعني لازم تكتب دليل هنا ادي سؤال دلل وهنا بنبه ابناء الطلاب كلمة اسبت بالادلة كلمة دلل يعني لازم تجيب دليل على الكلام ده ده نوع من انواع التطبيق دلل تتعدد دوافع الهجرة القصرية الهجرة القصرية اللي هي ايه يبقى انت لازم تفهم العبارة دي الهجرة القصرية اللي هي الهجرة الاجبارية والهجرة الاجبارية لازم تبقى انت عارف ان دي هجرة بدون ارادة هو هنا السؤال بيقولك ايه تتعدد دوافع الهجرة الاجبارية يعني ايه تتعدد دوافع الهجرة الاجبارية يعني دوافع الهجرة الاجبارية دي كتير قول بقى الدوافع دي ايه هي فبتبدأ تذكر هنا ان في عندك دوافع بنسميها كوارث طبيعية دي زي الزلازل زي البراقين زي الفيضانات وهنا بنلاقي حاجة مهمة جدا ان لو احنا تبعنا الدوافع دي بنعرف ان الفيضان ممكن يؤدي الى هجرة داخل الوطن معنى كده ان الهجرة الاجبارية ممكن تتم داخل الدولة او خارج من الدول دوافع طبيعية الكوارث الطبيعية فيضانات زلازل براقين تؤدي لهجرة قصرية او هجرة اجبارية كمان بيسموها دوافع قومية حاجة تانية الدوافع قومية دي زي بناء من السد الايه السد العالي يبقى انت هنا بتكتب امثلة اه اكتب امثلة مدام عندك المفهل موجود الافضل انت تكتبه وهشوف السؤال اللي جاي هتعرف ان السؤال الجاي لازم تدعمه بامثلة يبقى فيه دوافع قومية زي بناء مين السد العالي طب وكمان ما امت عندك فيه صراعات مسلحة والصراعات دي ممكن تكون اهلية او حروب دولية حرب اهلية ممكن تسبب نزوح لبعض الافراد هجرة بدون ارادة زي مثلا ما شفنا مثلا كتير من الدول حصل فيها نوع من الهجرة الاجبارية بسبب الحروب الاهلية حدث في السومال حدث بعض المناطق في السودان حدث الاخوانا في سوريا فاذا هنا بنلاقي ان الصراعات المسلحة الصراعات المسلحة دي ممكن تسبب نوع من انواع الهجرة من الاجبارية سواء داخل الدولة او خارج من نطاق الدول تعال نشوف كمان سؤال تاني يمكن هو ذكر في الكتاب في حدث الصراعات المسلحة دي بدأ يذكر فيها اللي هي هجرة اليهود الى فلسطين وتهجرهم للشعب الفلسطين وده طبعا نوع من انواع الهجرة الاجبارية او الهجرة القصرية ساعدتها فيها الدول الاستعمارية لكي يقوم اليهود ببناء وطن لهم في دولة فلسطين وترتب عليها تهجير للفلسطينيين من اراضيهم وده نوع من انواع اللي هو بنسميه هجرة نتيجة صراعات المسلحة طيب في سؤال بقى وده لفت نظر كتير من الناس ما تقييمك لمصدقية هذه العبارة يعني ايه تقييمك لمصدقية هذه العبارة انا عايزك تفهم السؤال ده كويس وتعرف ان التقييم هنا لمصدقية العبارة انت ممكن تقول ان العبارة دي عبارة سليمة او غير سليمة وتبدأ تقيم هذه العبارة ما تقييمك لمصدقية هذه العبارة مع الامثلة هناك علاقة واضحة بين مساحة الدولة والسيطرة عليها وهنا يمكن السؤال ده يا ولاد لفت نظر كتير من الناس ويمكن كنا دايما واحنا بنتكلم نقول دايما جاوب اجابة كاملة لان من داخل الاجابة الكاملة لو انت كتب هتطلع اجابتك سليمة خلي بالكم من السؤال ده هو عاوز ما تقييمك لمصدقية العبارة هناك علاقة واضحة بين مين مساحة الدولة وايه تاني والسيطرة عليها وقت مين الحرب اه ده هنا السؤال ده طالب حاجة محددة الحاجة دي في علاقة بين مساحة الدولة والسيطرة عليها قال لي اه انا عندي مساحة الدول يئم مساحة كبيرة يئم مساحة ايه صغيرة هو عطل مسلين دول سابة المتوسط المساحة الصغيرة يسهل السيطرة عليها واحتلالها وقت الحرب مثل المانيا عندما احتلت هولندا وبالجيكا بقى الدولة الصغيرة هولندا وبالجيكا تم احتلالهم اثناء الحربي العلامية التانية يبقى انت كده عندك الامسلة بتاعتك إه ده في المساحة اللي هي مين اللي هي الصغيرة أما في المساحة الكبيرة أنت عارف أنه يصعب السيطرة عليها يصعب السيطرة عليها من الدولة نفسها اللي هي بتكون لأن الدولة بتبقى أجزاء مطرامية الأطراف وفي نفس الوقت يصعب السيطرة عليها من الدولة اللي هي اللي هتدخل أو بتحتلها صعب أنها تسيطر برضو على إذا الدولة بقى كامل مساحتها إذا كانت المساحات من كبيرة فده بيتطلب أمر صعب جدا في عملية الحماية والتأمين وإلى آخر في بعض عدن الطلاب كتب نظرية الدفاع في العمق نظرية الدفاع في العمق لو هو قال لي ما العلاقة بين مساحة الدولة خلاص واستخدام نظرية الدفاع في العمق هو هنا ما جابش السؤال كده هو جاب السؤال ايه علاقة بين المساحة وايه تاني والسيطرة عليها لو هو سابها مفتوحة ولو قال لي مثلا هناك علاقة بين من مساحة الدولة والنواحي الحربية أو النواحي العسكرية أو التخطيط الاستراتيجي ووقت الحرب فسبب السؤال هنا هنا بقى ممكن تكتب لأ هو جابه بالشكل لا هتكتب لعادي نظرية الدفاع في الأمق إن الدولة بتتخلى عن جزء من أراضيها على أساس إن هي تعاود اللي هي الهجوم وتنتصر زي ما عملت الصين مع اليابان أو الاتحاد السوفيت سابقا مع ألمانيا وإن بعض الدول بتتخلى عن جزء من أراضيها ووقت الحرب وتنقل مصانعها وسكانها لمناطق بعيدة عن مناطق مين الكتال ده علاقة المساحة بالنواحها مين بالنواحها العسكرية بشكل عام لكن هنا هو جاب سؤال وجاب يمكن في نموذج الإجابة هم النقطتين اللي بتكلم فيهم إن الدول اللي مساحتها صغيرة بيسهل السيطرة عليها مثل ألمانيا عندما احتلت هولندا وبلجيكا ويقصد هنا الدولتين الصغيرين هولندا وبلجيكا ودول أخرى كبيرة المساحة يصعب السيطرة على جميع أجزاءها لأن هي مترمية مين الأطراف واحد يقول لي ما هو ما قالش الدولة اللي بتسيطر هي مين الدولة المحتلة ولا الدولة اللي هتحتل هم الاتنين سواء دي أو دي مش هنقلش في جدل هنا ملوش أي داعي لأنه هو السؤال كان واضح إن إيه العلاقة بين المساحة والسيطرة المساحة الدولة والسيطرة عليها وقت الحرب المساحات الصغيرة بيسهل السيطرة عليها وقت الحرب لكن المساحات الكبيرة صعبت سيطر عليها وقت الحرب لأنها بتكون مترمية مين مترمية الأطراف ادي مثلا على المساحات الصغيرة هو كتب في الكتاب اللي هي بلجيكا وهولندا كمساحات صغيرة يسهل احتلالها وسيطرتها وعطى مثلا على كده احتلال ألمانيا لهولندا وبلجيكا أثناء الحرب العالمية الثانية بسهولة لصغر مساحته طيب بالنسبة للدول المساحاتها كبيرة يصعب احتلالها زي روسيا زي الصين زي الولايات المتحدة الأمريكية طيب هو ما كنابش مثلا في الكتاب لو الطالب هنا الطالب اللي إحنا بنقول بندعو هنا إن إحنا يكون أبناءنا الطلاب عندهم وعي عندهم إدراك عندهم إلمام يكون فاهم ليس الغرض من عملية التدريس منهج والحفظ والطرقين وامتحان وخلاص على كده لا إحنا عايزين يبقى فاهم مادة فاهم إيه الموضوع بحيث أنه هو أما يخرج ويكون في مقر قيادة مثلا ما ممكن الطالب ده يطلع ضابط بعد كده فيه القوات المسلحة أو ضابط شرطة أو إلى آخر وهيستفيد من كل هذه الأشياء اللي هو درسها في حياته العملية يبقى إذن هنا ما تقييمك لمصدقية هذه العبارة يعني بيقولك هي العبارة دي عبارة سليمة ولا لا هي عبارة صادقة ولا غير صادقة هو ما تقييمك لمصدقيتها هناك علاقة بين مساحة الدولة والسيطرة هي العبارة هنا عبارة سليمة عبارة صادقة ليه؟ لأنه فعلا فيه علاقة بين المساحة والسيطرة على مين على الدولة وقت مين الحرب إذا كانت الدولة مساحتها صغيرة فبيسهل السيطرة عليها وبتدي الماسة الهولندا وبلجيكا واحتلال ألمانيا ليهم في الحرب العالمية الثانية وبالنسبة للمساحات الكبيرة بيشعب اللي هي السيطرة عليها طبعا هنا اتكلمنا عن دلل وما تقييمك لمصدقية من العبارة في سؤال تاني ماذا يحدث إذا لم تتأثر خريطة العالم السياسية بالتغيرات التي حدثت في أواخر القرن العشر تليني أكتب السؤال ونجاوبه مع بعض ماذا يحدث إذا لم تتأثر خريطة العالم السياسية بالتغيرات التي ترأت عليها أواخر القرن العشر هنا السؤال بيكلم عن جزئية محددة برضو بيكلم فيها إيه لا يحصل لو ما تأثرتش خريطة العالم السياسية في أواخر القرن العشرين بالتغيرات اللي هي مين العالمية هو هنا لازم تركز في الكلمة اللي اللي هي أواخر القرن العشرين أواخر القرن العشرين حصل حاجة مهمة هو تفكك الاتحاد السوفيتي هو بيقول لي إيه لا يحصل لو ما تأثرتش الخريطة بالتغيرات اللي هي شهادتها العالم أو تشهادها العالم أول حاجة لم يحدث تفكك لمين للاتحاد السوفيتي ما كانش الاتحاد السوفيتي تفكك لم ينفرط عقب حلف ورسو ما كانش اتفكك حلف مين ورسو لم تتحد ألمانيا الشرقية مع الغربية كمان لم تنتصر الرأس مالية على الاشتراكي أو الرأس مالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية على الشعوعية بزعامة الاتحاد السوفيتي سابق إذن هنا أبناءنا الطلاب واحد يقول لي ما كانش مثلا اختل لمبدأ توازن الكوة مش لم يتفكك مثلا منظمة الكومكن مش لم تسقط منظمة الكومكن على أساس أنها كانت بتشغل حيث مكاني بين دول شرق أوروبا والاتحاد السوفيتي فبدأ فعلا مكانها على الخريطة ما يبقاش موجود لكن واحد بيتكلم عن تفكك يغوزلافيا ماشي لأن برضو يغوزلافيا بتشغل حيث مكاني على الخريطة أما تفككت بدأت تتغير ملامح خريطة العالم السياسية كل الكلام ده سليم هو كتبك أربع لو أنت كتبت أي نقطة من الكلام اللي احنا قلناه وكانت إجابتك إجابة منطقية هيعتبر هنا الإجابة بتاعتك إجابة مين سليم عرفنا كده طب لو هو غير بقى وقالك بدل أواخر القرن العشرين أوائل القرن العشرين عندك في أوائل القرن العشرين ظهرت دول واختفت مين دول وإندما جيت دول وتقسمت مين دول ألمانيا تقسمت لتنين ألمانيا الشرقية وألمانيا مين الغربية واختفت قوة عظمى وبدأت تظهر قوة مين قوة عظمى يبقى أنت لازم تركز في الكلام قالك الأواخر يبقى تعرف تفكك للاتحاد السوفيتي إن هي رحيل فورسو اتحاد ألمانيا الشرقية مع مين مع الغربية تفكك مين برضو من الأسئلة اللي جات حدد الأثر الناتج عن حدد الأثر الناتج عن حدد الأثر الناتج عن تفكك يوغوزلافيا الأثر الناتج عن تفكك يوغوزلافيا إن أصبح هنا في ظهور لمشكلة الأقليات وخاصة لو احنا اتكلمنا هنلاقي وجود أقليات ألبانية فين الأقليات الألبانية دا في مكدونيا وصربيا وصربيا هذه دي نقطة النقطة التانية وجود أقليات صربيا وكرواتية في البوسنة مولهورس يبقى معنا كده أن تفكك يوغوزلافيا ساعد في ظهور الأقليات في العالم وخاصة الأقليات العرقية زي ما بنقول تفكك الاتحاد السوفيتي ففي كل دولة انفصلت عن الاتحاد السوفيتي يوجد عناصر من روسيا وفي كل الدول التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي يوجد بداخل روسيا عراصر منها فدي بنسميها اللي هي الأقليات القومية يبقى معنا كده أن تفكك الدول أثر في ظهور الأقليات وخاصة الأقليات القومية اتكلم عن يوغوزلافيا وتفككها وأثر يوغوزلافيا في وجود الأقليات الألبانية في مجدونيا وسربيا وأثر اللي هي يوغوزلافيا وتفككها في وجود بعض الأقليات السربية والكرواتية في البوسنة والإيه والهرسك عندي كمان من ضمن الأسئلة الأسئلة اللي جات برضو لها شكل يمكن كان مختلف شوية هناك علاقة بين تنوع الموارد الاقتصادية ونجاح التكتل الاقتصادي ايه العلاقة بين تنوع الموارد الاقتصادية ونجاح التكتل الاقتصادي معروف ان التكتل الاقتصادي دايما قيم على التنوع في الموارد ونركز في الجزئية دي وكننا احنا دايما نعملين بنقول يا جماعة كله المفرودي ومتشابه في التكتلات الاقتصادية غالبا ما عدا الموارد ليه لان عدا موجود موارد في دولة ما بيدفعها للدخول في تكتل الاقتصادي مع دولة اخرى ايه الفايدة ان الموارد اللي موجودة في الدولة الف تبقى هي نفس الموارد اللي موجودة في الدولة بقى اذا هنا العلاقة مش هيكون في علاقة اقتصادية مدام نفس الموارد اللي موجودة في الدولة دي هي نفس الموارد اللي موجودة في الدولة التانية اذا هنا لابد من تنوع الموارد الاقتصادية اذا التكتل ايم على مين ايم على التنوع في الموارد وليست تشابه فيها يعني الموارد لازم تكون مالها متنوعة وتقول بقى عدم موجود موارد في دولة ما بيعمل ايه بيدفعها للدخول في تكتل مع دولة اخرى عشان تقدر تستفيد من الموارد اللي موجودة في الدولة التانية كان دايما يسألونا يقول لك ايه هو التكتل ايم على التشابه لا التنوع اولو بالسؤال ده يا جماعة يعني سؤال بيحتمل ايجابتين ودايما الاسئلة في السنوات العامة السؤال الصح الذي لا يحتمل ايجابتين بمعنى ان انا لازم احدد السؤال هو تشابه في ايه وتنوع في ايه اذا هو قال لي التكتل ايم على التشابه وتنوع ماشي موارد فيه تشابه في العادات والتقاليد والنظم السياسية لكن فيه تنوع فيه الموارد مين اللي هي الايه الاقتصادية اذا هنا السؤال كان واضح ولا لا واضح ومحدد ان هناك علاقة بين تنوع الموارد الاقتصادية ونجاح التكتل مين التكتل الايه الاقتصادي ليه لان التكتل ايم على التنوع في الموارد للتشابه في الموارد هو التشابه في حاجات تانية نظم عادات تقاليد الى اخره برضو من ضمن الاسئلة الجميلة اللي جات في الامتحان وهو عدم احترام ايطاليا دلل على عدم احترام ايطاليا لشروط او للشروط السياسية لكوبنهاجي ايه بقى قصة الموضوع ده انت عندك الشروط السياسية لكوبنهاجي احترام الاقليات واحترام حقوق الانسان واحترام الديموقراطية وايطاليا عندك في الاقليات اللغوية دولة منعت استخدام النمسويين للغاتهم يعني ايطاليا منعت النمسويين ان هم يتحدثوا اللغة الخاصة بيهم وغالبهم بيتكلم الماني طبعا زي ما انتم عارفين فاذا هنا ايطاليا الزمت النمسويين اللي موجودين داخل ايطاليا ان هم يتحدثوا باللغة من الايطالية ومن ضمن شروط كوبنهاجي ان هي تدي الحرية للاقليات في ممارسة لغتها او ديانتها او شعائرها على حسب الاختلاف فاذا هنا وجدنا ان ايطاليا منعت الاقليات النمسوية ان تتحدث اللغة الخاصة بالنمسويين والزمتهم التحدث باللغة مين باللغة الايطالية وده كان مخالف لشروط كوبنهاجي تعالى نشوف سؤال تاني تتأثر العلاقات الدولية سلبا وايجابا بالموقع والمساحة اه اه هنا السؤال ابناءنا الطلاب لازم يركز فيه كويس هو قالك العلاقات الدولية دي بتتأثر سلبا وتتأثر ايجابا بحاجتين بالموقع والمساحة يبقى هنا لازم تجاوب عن مين لازم تكلم عن الموقع ولازم هتتكلم عن المساحة وتتكلم على الجانب الايجابي للموقع وتقول دولة مثل مصر موقعها مركزي ده بيساعد في علاقتها الدولية لكن دولة مثل نيوزيلاندا وده بتكون هامشية فطبعا بتتأثر علاقتها الدولية بمين بموقعها يبقى الموقع اثر في العلاقات الدولية اثر من ناحية ايجابية لو الموقع موقع متوسط بتزيد العلاقات التجارية وتزيد العلاقات الدولية بين الدول بعضها وبعض اما بالنسبة لدولة مثل نيوزيلاندا دولة هامشية فبنقول هنا نيوزيلاندا دولة هامشية هتتأثر طبعا في علاقتها الدولية والدليل على كده ان الدول الهامشية او المتطرفة علاقاتها الدولية بتختلف عن دول مركزية الموقع تتوسط العالم تتوسط قرات العالم مسلمين مصر طب كده الجزء الاولاني من السؤال الجاود فاجل الجزء التاني وهو مين المساحة انت عندك دايما المساحة الكبيرة دي بتحتوي على امكانيات وموارد متعددة مضبوط ولا لا اذا هنا الدول العملاقة في المساحة زي روسيا وزي الصين بتختلف علاقتها عن دولة كزمية في المساحة هنا بقى الطالب لو هو جاوب بالشكل ده جاوب على الجانب الايجابي وتجاوب على الجانب السلبي وخاص بالذكر الموقع وخاص بالذكر المساحة هيبقى هنا في الموقع هتتكلم عن موقع مركزي وموقع ايه هامشي وتدي مثلا مصر ونيوزلندا وان ده اثر اكتر في العلاقات الدولية اللي هو الموقع المركزي والاستراتيجي عن الموقع اللي هو الهامشي وبالنسبة للمساحة ان المساحة الكبيرة بتختلف عن المساحة الصغيرة المساحة الكبيرة هتأثر بشكل ايجابي في العلاقات الدولية بعكس المساحة اللي هي مين اللي هي الصغيرة هتأثر بشكل سلبي في العلاقات الدولية جاوبت بالشكل ده يبقى انت كده فهمت السؤال وخدت درجة السؤال كاملة لي يا ولاد احنا بنركز في الاجابة النموزاجية دلوقتي على الاسئلة لان ده نقطة خطيرة جدا بتواجه ابناءنا الطلاب مشكلة بتواجه ابناءنا ان هو احيانا يجاوب نص السؤال ويسيب النص التاني كتب الموقع ونسي المساح طب ما هو الموقع عليه درجة والمساح عليها ايه؟ عليها درجة اذا لازم تبقى انت عين عارف ان انت لازم تكتب جزيئات السؤال كاملة يبقى هنا ده بيديك ازاي تجاوب على السؤال وهنا كل ما انت كنت هادي كل ما كانت ادراكك ليه الموضوع بيكون بشكل افضل بيكون اكثر يعني تفكيرا اكثر اكثر سباتا اكثر تعمقا في رأي تكلمين ليه السؤال وتقدر تجاوب الاجابة اللي هي السليمة لو انت استوعبت السؤال بشكل جيد ناخد نمط اخر من الاسئلة موضوع مثلا من ضمن الاسئلة اللي كانت موجودة اه وبرضه يمكن كتير من ابناءنا الطلاب بدأ يكلم فيه بيكلم عن ما تقييمك ما تقييمك لهذه العبارة شوف هنا السؤال بيقول ايه ما تقييمك لهذه العبارة خلي بالك ممكن يجيب لك العبارة صح وممكن يجيبها غلط زي العبارة اللي هتيجي دلوقت يقوم الاتحاد الاوروبي على ركيزتين اساسيتين هما حقوق الانسان والمنافسة الحر ده نص السؤال بالزبط هل الكلام ده سليم هل العبارة دي سليمة ان الاتحاد الاوروبي ايم على ركيزتين اه صح كل العبارة لغاية كلمة اساسيتين دي صح يقوم الاتحاد الاوروبي على ركيزتين اساسيتين ايه ركيزتين الاساسيتين هل هما حقوق الانسان والمنافسة الحرة لا الركيزتين هما سيادة القانون دي الركيزة الاولى وتحقيق الديمقراطية اه يعني اما اجا قيم عبارة لازم اراها بشكل كويس لازم اعرف العبارة دي هل هي عبارة سليمة ولا غير سليمة اذا كانت سليمة بتبرر هي ليه سليمة بتقول الدليل ان هي ليه سليمة بتقول تقييمي ليها وتقول حتى لو انت موافق عليها او غير موافق بس تقول في النهاية هو ايه الموضوع الخاص بهذه الجزئية طبعا تقييمك للعبارة اللي موجودة قدامي ان الاتحاد الاوروبي ايم على ركيزتين اه هو ايم على ركيزتين بس ما همش هو الانسان ولا المنافسة الحرة ده ايم على سيادة القانون واحترام او تحقيق الايه وتحقيق الديمقراطية تعالا شوف برضو سؤال برضو من الاسئلة اللي هي بتستدع الفكر واللي تخلي ابناءنا الطلاب يفكر يعني انا مش عايز ابناء الطلاب يزعل من نمط الاسئلة لان الغرض فعلا من الاسئلة هو ده اللي بتهدف لي سياسة الوزارة حاليا ان هي تنتج يا جماعة الغرض من التعليم الانتاج مواطن صالح لديه القدرة على حل المشكلات ولاديه القدرة على اتخاذ القرار ولاديه حب لهذا البلد وانتماء ولا لهذا البلد الكريم اذا انت عندك ده الهدف الاساسي من العملية من التعليمية اذا انت بتكتسب معارف بتكتسب مهارات بتكتسب نواحي معينة بتعرف قيم متضمنة داخل المنهج اللي موجود عندك بتعرف مفاهيم معينة تقدر تكتسب مهارات معينة كل ده ده هدف من اهداف العملية التعليمية تكتسب مهارة حل المشكلات تكتسب مهارة القدرة على اتخاذ القرار السليم مهارة جمع وتحليل البيانات والمعلومات وسط انبطع وتحليلها الى اخره وتقدر من خلال استيعابك للموقف تقدر تاخذ القرار السليم والمناسب بالاضافة لارساء الهوية المصرية والعربية والاسلامية وداخل المواطن وان انت تعي المواقف الموجودة وتعي ما يحيد بك من احداث كل الكلام ده نقدر نستخرجه من خلال اسليب التقويم المناسبة اللي تقدر تنمي في ابنائنا مهارة التفكير او مهارات التفكير العليا فسؤال ما تقيمك ده سؤال بسيط فكر فيه بشكل كويس هتقدر تجاوبه كويس اذا كانت العبارة سليمة بتقول سليمة وتقول ليه واذا كانت العبارة خطأ بتقول العبارة خطأ وتقول ايه ليه تعالوا نشوف سؤال برضو من الاسئلة ما النقد الموجه الى ما النقد الموجه للجهود التي تبزلها هيئة الامم المتحدة ايه النقد الموجه ل الامم المتحدة انت ااخد كده ان بيؤخذ على الامم المتحدة عدة اعتبارات ايه الاعتبارات دي سيطرة الدول الكبرى على قرارات ما هو ده نقد موجه هقول الامم المتحدة ان الدول الكبيرة هي اللي بتسيطر على مين على قرارات الامم المتحدة انت عندك الدول اللي بتمتلك حق الفيتو تقدر تسيطر على قرارات الامم المتحدة اذا هنا اول نقد موجه عندك هيكون ايه سيطرة وهيمنة الدول الكبرى على قراراتها ادي اول حاجة الحاجة التانية هل الامم المتحدة بتلتزم الحياد تجاه القضايا اسأل نفسك كده هل الامم المتحدة بتلتزم الحياد تجاه القضايا بعض القضايا بتكون فيها حيادية بعض القضايا التانية لا تكون فيها حيادية ايه المثال على كده ايه الدليل على كده اهو عدم الحيادية تجاه بعض القضايا وانت عندك قضية تمسينا كلنا كعرب عدم الحيادية تجاه بعض القضايا وخاصة القضية الفلسطيني يبقى هنا ده جزء عرفت كده ازاي تجاوب يعني ايه نقد موجه يعني ايه العيوب ايه الحاجات اللي بتتاخد زي ما اقول فلان ده كويس بس فيه شوية عيوب هو ده ايه النقد الموجه للشخص ده النقد هنا ان انت بتقول الجانب الايجابي بتاعه الجانب السال بنقول اه الامم المتحدة لها جانب كبير جدا من الايجابيات ولكن بتنتقط في بعض الامور ايه النقد ده ان هي سيطرة الدول الكبيرة على قراتها عدم الحياة تجاه بعض من القضايا وخاصة تجاه القضية مين الفلسطيني الكلام ده موجود نصا في الكتاب اه موجود نصا في الكتاب في صفحة مية واثنين في كتاب المدرسة وطبعا هنا ده جزء موجود عندك هو بس اللي اختلف السؤال السؤال اما اختلف بعض الناس يقولك يعني ايه كلمة النقد الموجه يعني مشوف بقية السؤال ايه النقد الموجه للجهود اللي بتفزيلها الامم مين المتحدة فانت لو انت فاهم هتقدر تجاوب بشكل مين بشكل سليم من ضمن الاسئلة اللي برضو جات عندي في قراءة راتزل انتو عارفين ان راتزل هو المؤسس الحقيقي للجهورة في يمين السياسية راتزل قال حكتين مهمين او راتزل اتكلم عن ان خريطة العالم السياسية تتشكل نتيجة وراح جايب لي عدة اختيارات هتختار انت الاختيار الصح منين انت عارف ان راتزل قال ان خريطة العالم السياسية بتتشكل نتيجة الصراع بين الدول ادي ده كده راتزل يبقى عرفت ان راتزل قال العبارة دي وقالي كمان راتزل عشان تبقى عارف انت لازم تعرف كل عالم ليه محاور معينة كده لازم تبقى انت عارفها كوي قال ان الدولة كائن حي تنطبق عليه قوانين الميلاد وان ما هو الوفاء ادي اللي قال وراتزل يبقى لازم تبقى عارف وراتزل اللي هي بتأثر في وزن الدولة السياسي وان الدولة هنا او علاقاتها الخارجية وبتأثر كمان في حاجتين ان الدولة بتستخدم قوتها لتحقيق هدفين يا اما هدف داخلي اللي هو الوحدة والانسجام وتحقيق التجانس داخل اراضي الدولة وشعب الدولة والهدف الخارجي اللي هو التوسع واللي هو السيطرة على الدول المجارة ده اللي ساموه المجال الايه المجال الحيوي اذا فيه امور معينة لازم تعرفها تبقى عارف ارستو قال ايه قال عناصر الدولة المثالية خمس عناصر موارد وسكان وجيش وحدود وعاصمة وقال ان اهم عنصرين الموارد والسكان وقال ان الموقع والمناخ بيأثروا بشكل كبير في الدولة وكذلك الحدود المحصنة ده كده ارستو ابن خالدون اتكلم على القبيلة والمدينة ودورة حياة الدولة ونهضها ونهضتها وسقطها وعمل قيام رازل اتكلم ان الدولة كأنحية تنطبق عليه قوانين ميلاد ونمو وفاة وقال ان خارطة العالم بتتشكل نتيجة الصراعات بين مين بين الدول برضو من ضمن الاسئلة وده سؤال سهل اللي هي المقصود بالدول الكونفدرالية طبعا احنا عارفين ان الاتحاد الكونفدرالي او الدول اللي هي كونفدرالية مجموعة الدول الكونفدرالية دي بنقول عليها عبارة عن ايه هو عبارة عن اتحاد دولتين او اكثر في شكل معاهدة يعني الدول دي بتتحد في شكل مين في شكل معاهدة ليه بتتحد في شكل معاهدة قال لي لتحقيق مصالح مشتركة مع احتفاظ كل دولة بشخصيتها القانونية وسيادتها وسياستها الخارجية يبقى عرفت ان دلوقتي الدول الكونفدرالية او اللفظ الصح دي الاتحاد الكونفدرالي ده عبارة عن اتحاد دولتين او اكثر في شكل معاهدة او اتحاد بتنظمه معاهدة لتحقيق مصالح مشتركة وتحقيق المصالح المشتركة دي بيوزيه او بيصحبه احتفاظ كل دولة بشخصيتها القانونية وسياستها الخارجية المستقلة وسيادتها الكاملة يبقى معنا يبقى معنا كده ان في الاتحاد الكونفدرالي كل دولة لها شخصيتها اللي بتميزها بعكس الاتحاد اللي هو الفدرالي ده مجموعة ولايات دولة تتكون من عدة ولايات او مقاطعات لكل ولاية او وحدة من هذه الوحدات نوع من الاستقلال الذاتي فيما عدا الامور السيادية لها الدفاع والمالية والسياسة الخارجية يبقى معنا كده ان في فرق كبير بين الاتحاد الفدرالي والاتحاد الكونفدرالي الاتحاد الفدرالي دي دولة بتتكون من وحدات ادارية لو الفدرالي دولة تتكون من عدة وحدات ادارية هذه الوحدات الادارية بتتميز بالنهية بتكون كل وحدة منها لها نوع من الاستقلال الذاتي ما عدا الأمور السيادية دي من اختصاص اللي هي الحكومة مين الحكومة المركزية زي اللي هي الجيش مثلا أو أمور الدفاع أو المالية أو إلى آخره أما الكم فدرالي ده اتحاد مجموعة ايه دول اتحاد دولتين أو أكتر في شكل معاهدة لتحقيق مصالح مشتركة مع احتفاظ كل دولة بشخصيتها القانونية وسياستها الخارجية المستقلة ممكن يقول لي اسبب بالأدلة أن الاتحاد الفدرالي يختلف في خصائصه عن الاتحاد مين الكم فدرالي هنا السؤال بيختلف خالص يعني مثلا احنا بنقول سؤال تاني اهو دلل تختلف سمات الاتحاد الفدرالي عن الكم فدرالي السمات هنا يقصد بيها الخصائص يعني هنا هو بيقول لي تختلف سمات الاتحاد الفدرالي عن الكم فدرالي طبعا الكلام ده اهو ما جاشت امتحان سالفات بس انا بقول له الاوجات غير السؤال تقدر تجاوبه انت ازاي سمات الدولة الفدرالية حاجة ويكون فدرالية حاجتين الدولة الفدرالية فيها سلطتين وتكتب السلطتين دول سلطة مركزية وسلطة محلية وتقول دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه السلطة المركزية بتختص بالامور السيادية والمحلية بتختص بالمحليات اللي هي اقدارت شؤون البلاد الداخلية او الوحدة يعني الوحدات يعني اذا كانت ولايات او اقاليم تدير امورها الحياتية زي السكان مثلا النقل مواصلات امور السكان في النقل ومواصلات الصحة والتعليم اما المركزية اللي هي خاصة بامور الدفاع والمالية والاعلام وسياسة خارجية طيب ولازم يكون في توازن بين الاثنين السلطة المركزية والسلطة المحلية والشعب لازم يشارك في السلطة المركزية وكمان الدول اللي هي الفدرالية فيها دستور فيدرالي واحد دي وجد بها دستور فيدرالي واحد الدستور الفدرالي واحد ده هو ده اللي بيتحكم او بيعتبر هو السلطة الكبيرة في كل مين في كل الولايات والاتحاد الفدرالي صعب يتحول الى كونفدرالي تعال بقى الكمفدرالي كل دولة لها عالمها كل دولة لها عملتها كل دولة لها عاصمتها كل دولة لها سياسات وعمين الخارجية كل دولة لها استقلال ولكن الاتحاد ده اتحاد هاش وضعيف ليه؟ لأن ممكن الاتحاد ده يتحول في اي وقت الاتحاد الفدرالي وممكن في اي وقت الاتحاد ده يتغير خالص ويكون سبب الهشاشة فيه ان بيدي الحق لاي دولة انها تنفصل عن الاتحاد في اي وقت فلو خرج الدولة دي والدولة دي والدولة دي سقط الاتحاد اللي هو مين اللي هو كونفدرالي انت يقوى الاتحاد الالتحاد 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 الالت وصلت للسؤال 19 وهو الخريطة تعالوا نشوف مع بعض الخريطة اللي جات خريطة اللي جات هي عبارة عن خريطة اوروبا وخريطة اوروبا زي ما احنا شايفين كده هي خريطة يمكن كنا بنقول جماعة اوروبا عليها بيانات كتير عليها دول كتير فيها حاجات كتير خريطة من الخريطة المليئة بالبيانات اول حاجة جاب لي مشكلة تقسيم مياه مشكلة تقسيم مياه هو ما قال ليش مشكلة حدودية بين دولتين هو قال لي مشكلة تقسيم مياه وكان السهم تحديدا بيشير لهذا المكان هنا لو انت ركزت انت عارف ان دي سكلية وهنا مضيق سكلية ودي منطقة تعتبر من المناطق اللي هي المضايق البحرية والمضايق البحرية من المناطق اللي دايما بيكون حواليها نزاع في تقسيم المياه ليه لان مشكلة تقسيم المياه دي مشكلة التقسيم للمياه بتظهر في حالتين تظهر عند تحديد المياه الاقليمية في البحار والمحيطات وتظهر في الانهار الدولية وتقسيمها تعال نشوف مشكلة المياه في تحديد المياه الاقليمية في البحار والمحيطات وقال لك ان بتظهر برضي المشكلة في حالتين يعني اما ما بين دول جنب بعض ورح عطى اللي هي المشكلة ما بين ليبيا وتونس ودي مشكلة تقسيم مياه زهرت سرواط على الحدود والمشكلة التانية بتظهر في المضايق البحرية الضيقة زي مضيق سكلية اللي بيفصل ما بين ايطاليا وما بين تونس ومضيق باب المندب اللي بيفصل ما بين جبوتي والصومال من جهة واليمن من جهة اخرى وما دي كورمز اللي بيفصل ما بين ايران وما بين عمان اذا دي مشاكل تقسيم مياه او مشكلة تقسيم مياه وتظهر في المضايق البحرية انت عارفين المضايق البحرية دي بيها قصة واحدية في عملية مين في عملية التأسيم طيب ايه تاني من البيانات اللي هو طلبها طلب كمان اكثر دول الاتحاد الاوروبي سكانا انت عارف ان دول الاتحاد الاوروبي سكانا اكثرهم من المانيا طيب مين اقلهم مالطا يبقى اكثر دول الاتحاد الاوروبي سكانا المانيا واقل الدول مين هي دولة مين مال دولة تم توقيع مساق حلف ورسو بها مين الدولة اللي تم توقيع مساق حلف ورسو بها دولة مين بولندا ليه لان بولندا فيها العاصمة ورسو وعلى اساسها حتى يمكن نسبة لها سمي الحلف بحلف مين بحلف ورسو بعد كده قال لمنطقة زاد حدود جبلية انت عندك هنا كده دي جبال البرانس اللي بتفصل ما بين فرنسا وما بين مين وما بين اسبانيا يبقى انت شايف كده على الخريطة ان جبال البرانس بتفصل ما بين فرنسا وبين اسبانيا طيب هل في كان بيانات تاني اخرت فيه حاجات كتير جدا فيه عندك سويسرا دولة جبلية دولة تتعدد بها اللغات عندك كمان في سويسرا اما يجي يتكلم عنها يتكلم عن سويسرا دولة تحولت من اتحاد كومفدرولي الى اتحاد فدرولي عندك كمان فرنسا دولة واحدوية دولة مندمجة الشكل دولة بتطلع على مسطحين مائيين دولة نقول فيها كمان ان هي دولة نظامها نظام شبه رئاسي عندك المملكة المتحدة دولة نظامها برلماني مجموعة دولة تحيط بها المياه من كل الاتجاهات مثلا لو قلنا المملكة المتحدة كمملكة المتحدة نقول ان هي ايه دولة جزرية عندك تركيا دولة مستطيلة من الشكل عندك كمان ممكن ايطاليا دولة مستطيلة الشكل من الشمال لمين لجنوب ودولة برية بحرية مجزاة تتبعها جزيرة سكلية وجزيرة مين سردانيا عندك كمان اقليم كاتالونيا اللي هو بيقع في منطقة جبلية وده اللي جعله بيشجع سكان الاقليم على الانفصال اذا هنا دي خريطة اوروبا وكانت خريطة يمكن قررت معانا كتير في المراجعات بتاعتنا وكانت من الخرايط اللي قلنا عليها بيانات كتير وخريطة سهلة ما هياش ايه ما هياش صعبة ايضا من ضمن الاسئلة كان سؤال سهل خالص اللي هو مفهوم الجغرافيا مين السياسية وطبعا يمكن ابناءنا الطلاب كلهم عارفينوا ان هي فرع منفروع الجغرافيا البشرية بيدرس اثر المكاومات الطبيعية والبشرية للدولة على وزنها السياسي وعلاقاتها اللي هي الاخر جاي بما تفسر اختيار القاهرة كعاصمة لمصر ونواكشوت كعاصمة لمورتاني هنا السؤال بيقول ايه بما تفسر اختيار القاهرة اختيار القاهرة كعاصمة لمصر ونواكشوت كعاصمة لمورتاني لو انا قلت ليه تم اختيار القاهرة عاصمة لمصر لان معروف ان القاهرة بيتوافر فيها العامل التاريخي بيتوافر فيها العامل الثقافي يتوافر اه كمان فيها اهميتها الاقتصادية لان ايه من المدن اللي هي القديمة كل دي عوامل لساعدة ان القاهرة تكون عاصمة لمصر بالاضافة كمان لسهولة المواصلات نواكشوت ليه عاصمة لمورتانيا هنقول كده بسبب موقعها على المحيط الاطلانتي وسهولة الاتصال بينها وبين اجزاء من الدولة يبقى عرفت كده ان القاهرة لتم اختيارها عاصمة لمصر سؤال اي حد هيجوه سؤال بسيط ستناول كل الطلبة تقريبا تكتب لأهميتها التاريخية الاقتصادية الثقافية وهميتها كمواصلات مركز حضاري مركز ثقافي كل ده بينطبق على مدينة القاهرة ونواكشوت بسبب موقعها على ساحل المحيط الاطلانتي وهنا سهولة الاتصال بينها وبين جميع اجزاء من الدولة برضو من الاسئلة اللي سهلة جدا ويمكن كانت بسيطة في الامتحان المجالات اهو دلل على تعدد المجالات التي اسهم الاستشعار عن بعد في تحديدها بدقة في الجغرافيا من السياسي السياسي هو ساهم في ايه الاستشعار عن بعد انت عارفين الاستشعار عن بعد ده اللي انت بتجمع المعلومات دون ملامسة لسطح الارض عن جزء معين من سطح الارض فاذا الاستشعار عن بعد ده صور جوية مرئيات فضائية نظام جي بي اس هيوفر لك ايه هيوفر بيانات ومعلومات عن اول حاجة الحدود السياسية بين الدول اتنين مناطق النزاع بين الدول تلاتة الممرات الملاحية والمياه الاقليمية ده بالنسبة لمن بالنسبة للسؤال اللي هو بنتكلم عنه الاستشعار عن ايه عن بعد اذا هنا لو احنا بنتكلم عن الجزء ده وبنتكلم عن الاستشعار عن بعد عرفت كده ان الاستشعار عن بعد بيتكلم فيه عن جزئية معينة وهو طبعا مناطق النزاع بين الدول الحدود السياسية بين الدول مياه الاقليمية كل دي بيانات بيوفرها الاستشعار عن بعد بالنسبة لمجالات الجغرافية من السياسية برضو من الاسئلة لو حدد الاثر الناتج عن تميز مدينة انقرة بالعمق الجغرافي حدد برضو سؤال حدد الاثر الناتج عن ده تميز مدينة انقرة بالعمق الجغرافي وفر لها اول حاجة حماية وامن يبقى هنا توافر فيها الحماية وامن ده العام الاولين طيب ايه كمان اتخذت انقرة عاصمة التركية بدلا من اسطنبول يبقى هنا لازم تكتب النقطتين ما تكتبش هنا نقطة ايه نقطة واحدة هذه النقطة الاولى ان توفر لها العمق الجغرافي اتوفر لها الحماية والامن النقطة التانية اتخذت انقرة عاصمة لتركيا بدلا من اسطنبول تكتب بقى باي طريقة اسطنبول الاجابة بتاعتها ايه صح برضو من ضمن الاسئلة اللي هي بتاع حدد الاثر الناتج زي وزي ما النتائج كده يقول لي مثلا حدد الاثر الناتج عن شكل دولة لسوتو فعلا برضو نكتب السؤال ونشوف اجابته النموذجية ايه حدد الاثر الناتج عن شكل دولة لسوتو اول حاجة شكل دولة لسوتو ده عبارة عن ايه دولة محتوى يعني ايه دولة داخل دولة طيب ايه النتيجة المترتبة على كده ضعف قوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية ادي نقطة يبقى ده اضعف من قوتها او ادى الى ضعف قوتها السياسية والعسكرية وايه تاني وايه الاقتصادية طيب وايه كمان جعلها ترتبط بدول الجنوب افريقيا بعلاقات ودية يبقى معنا كده ان الدولة دي تكون تابعة للدولة المطوقة لها بتكون تابعة للدولة المطوقة لها في النواحي ايه في النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والصقافية الى اخره ولازم تحتفظ مع الدولة دي بعلاقات ايه؟ بعلاقات ودية معها يبقى عرفت كده ان ازاي اجاوب على اسئلة حدد الاصر الناتج عنه حدد الاصر الناتج عنه وليكن مصر او فرنسا طبعا شكل دولة مصر او فرنسا ده شكل ايه؟ شكل مندمج يبقى انت لازم تربط ما بين الاشكال والاصر الناتج عنه تبدأ ترتب عليه ايه؟ الشكل المندمج تبدأ تقول مميزات الشكل المندمج سهولة الادارة وسهولة السيطرة على جميع اجزاء الدولة وكلة النزاع على الحدود ومساحة بالنسبة للحدود الحدود بيكون قصيرة بالنسبة للمساحة فبيسهل انتقال اللي هي الجيوش ويسهل حركة اللي هي الجيش وانتقالها وكلة الاحتكاكات على الحدود ده اسمه الاصر الناتج عن شكل ال ايه? المندمج طيب ايه الاصر الناتج عن شكل دولة تشيدي دولة تشيدي دولة بتمتد من الشمال لمين للجنوب فالدولة اللي بتمتد من الشمال للجنوب ده انت عارف ان هي دولة مستطيلة تمتد من الشمال للجنوب فده بيؤدي لتنوع دواير العرض اذا في دواير عرض متعددة فدواير العرض المتعددة هتتيح للدولة فرصة في تنوع المناخ وتنوع الانتاج يبقى الدواير العرض كل ما بتتعدد كل ما المناخ عندك بيتنوع كل ما الانتاج عندك بيتناوع الموارد اقتصادية الموارد الزراعية بتبدأ تتناوع حدد الاثر الناتج عن شكل دولة منغوليا منغوليا فيها حاجتين منغوليا تمتد من الشرق للغرب فهنا الشكل ده بيكون لي عيوب من الناحية العسكرية وشكل سواء الطول يتشيلي او منغوليا او ايطاليا او تركيا ده بيسبب لي مشاكل من ناحية دفاعية ولكن الدولة اللي بتمتد من الشمال للجنوب بيبقى فيها مميزات اكتر من الدولة اللي بتمتد من الشرق للغرب الدولة اللي بتمتد من الشرق للغرب هنا لا يتنوع بها المناخ لا يتنوع بها الانتاج بنفس درجة الدول اللي هي بتمتد من الشمال لمين للجنوب اذا ده شكل دولة منغوليا بالاضافة ان منغوليا مثلا دولة حبيسة يبقى بتتكلم منها ان منغوليا دولة حبيسة بيجاورها ليابس من جميع الاتجاهات فده بيقلل من قوة الدولة ويضعف منها ولكي تتصب بالعالم الخارجي لازم تمر بأراضي الدول مين الدول اللي هي المجاور أما بالنسبة لتشيلي الأمر مختلف خالص دولة بحرية دولة طولية الشكل فبيتنوع فيها المناخ ممكن نجيب لك سؤال أيهم أفضل من وجهة نظرك موقع وشكل تشيلي أم موقع وشكل منغوليا أقول لا طبعا موقع وشكل تشيلي هو الأفضل لأن تشيلي دولة بحرية ومن حيث الموقع دولة بتطلع على مسطحات مائية لكن منغوليا دولة حبيثة لا تطلع على مسطحات مائية والنسبة لتشيلي دولة بيتنوع فيها المناخ ويتنوع فيها الانتاج بينما دولة منغوليا تمتد من الشرق المين للغرب فلا يتنوع بها المناخ ولا يتنوع بها الانتاج تعالى نشوف نمط آخر من الأسئلة اسئلة اللي جاي يمكن فيها نوع من انواع التذكر بسيطة ان ساهمت الجغرافية السياسية في حل العديد من المشكلات واعطيلي بعض المشكلات طبعا بتختار منهم لو قالك رسم الحدود في اوروبا كنت تختارها هو جاب حق مصر في قضية طابة او اخذ مصر المين اللي طابة او احقية مصر في طابة فبنختار هنا احقية مصر في طابة برضو ما المقصود بالنظام السياسي في صورته التنظيمية او المؤسسية ما المقصود بالنظام السياسي في صورته التنظيمية او المؤسسية طبعا المقصود بالنظام السياسي في صورته التنظيمية والمؤسسية بنقول هو مجموعة من المؤسسات التي يتوزع بينها عملية صنع القرار السياسي مثل اللي هي السلطات اللي هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية قال المقصود بالنظام السياسي في صورته من المؤسسية او التنظيمية في سؤال تاني برضو بيتكلم عن ما المقصود بيه اه لو مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ الفصل بين السلطات ايه المقصود بمبدأ الفصل بين السلطات هو عدم تمركز السلطات الثلاث اللي هي تشريعية تنفيذية قضائية في يد هيئة واحدة لان الكلام ده بيكون طبعا وفق الدستور الدستور هو اللي بيحدد الالاقة بين السلطات التلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وبيحدد ان السلطات التلاثة دي الافضل فيها عملية الفصل وان النظم الديمقراطية بشكل عام هي اللي بتقول او بتنادي بمبدأ الفصل بين السلطات 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 التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذه النظم الديمقراطية هي اللي بتسمح بالتداول السلم المين للسلطة اه برضو من ضمن الاسئلة اللي وردت اللي هي العناصر اللي بيتم عليها الاتفاق في مرحلة ادارة الحد اه العناصر التي يتم عليها الاتفاق في مرحلة ادارة الحد اه العناصر اللي بيتم الاتفاق عليها في مرحلة ادارة الحد انت عارف ان المراحل رسم الحدود السياسية في مرحلة تخطيط وتعريفه دي المرحلة الاولى بيتم في سورة معاهدة ويتم فيها وصف الحد وصف تفصيلي عشان محصلش منازعات بيتم فيها المناطق اللي هيخترقها الحد من بداية من الى وبتكون الوصف فيها وصف تفصيلي اما المرحلة التانية بيتم فيها التحديد على الخريطة بتشكل لجنة من الجغرافيين معها خرايا تفصيلية وصور جوية ومع نصوص المعاهدات تبدأ تحدد الحد على الخريطة اذا وجدوا مزرعة او قرية او قابلة يتم تعديل مصاري الحد ده في المرحلة التانية في المرحلة التالتة مرحلة التعيين وده بيتم وضع الحد على الطبيعة واستفيدوا من نصوص المعاهدات واستفيدوا من الخرايا التفصيلية ومن تقارير الجغرافيين وتحطوا في سورة اسلاك شائكة او احجار او اعمدة اما مرحلة تدارة الحد بيتم الاتفاق فيها على منافذ عبور ولجان تفتيش ولجان فض ايه منازعات على اساس ان دي بيكون هنا يعني بيقولك استفاء فعلية الحد ودي تعتبر هي المرحلة الاخيرة والمرحلة اللي هي الايه الرابعة فدي بيحطوا فيها منافذ عبور لجان تفتيش لجان فض ايه منازعات وجمارك الى اخره بكده ابنائنا الطلاب نكون انتهينا من حلقاتنا النهاردة اتمنى ان انتو تكونوا استفدتوا وعرفتوا ازاي تجاوبوا على الاسئلة بطريقة سليمة مع خالص تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق الباهر والى اللقاء في حلقات اخرى اشتركوا في القناة